في الصلاة وعرفنا من تقوص الصلاة ومناسك الصلاة من الرسول صلى الله عليه وسلم أظن أنه أكثر ما ورد في القرآن الكريم صح؟ نعم التقوص الخاصة بأداء الصلاة كانت مبينة في السنة النبوية أكثر ما كانت موجودة في القرآن؟ اللي هي الصلاة نفسها؟ لا وردت في السنة فصلت اللي في القرآن يعني التفصيل جاء في السنة أكثر ما جاء في القرآن بأصل جاء في القرآن والتفصيل جاء في السنة جاء في القرآن جاء مجملا أقيم الصلاة كيف نصلي ما عدد الفروض ما كيفيتها ماذا نقول في كل ركن كل هذا السنة تناولته وبعدين نزل بوحي أيضا يعني سيدنا جبريل عليه السلام نزل وصلى بالرسول عليه الصلاة والسلام بالكيفية التي نصلي بها هذه فنقلها الرسول صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل عن سيدنا جبريل صلى به وصلى به في أول الوقت برة وفي آخر الوقت مرة وقال له الوقت بين هذين يعني الوقت الصلاة بين هذين بين أول وقت وآخر وقت وصلى بالكيفية التي نصلي بها الآن فكانت تقرير شكل الصلاة وأداء الصلاة من السنة النبوية نعم طيب في تقرير شكل الصلاة وأداء الصلاة من السنة النبوية هل هناك أكثر من شكل يعني هل ورد حديث مثلا ضعيف أو نقل ضعيف في صلاة العصر ونقل آخر موثق في صلاة العصر فيحدث صداره بين الحديثين لا هو الوحي واحد لأنه نزل به جبريل من عند الله بهذه الكيفية وبهذه الصلاة وصلى بيد أن الصلاة لم تفرض في الأرض فرضت في ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات مشافة من الله لرسول صلى الله عليه وسلم والكيفية نزلت بعد ذلك